يمكن لها أن تنتشي بعد أن أصابها العجز الموازنة المالية للعام الحالي على موعد مع سد الفجوة المالية فيها عجز قد يتناهى من فائض إيرادات النفط للسنة الحالية فائض يقترب من العشرين مليار دولار وهو ما يعادل نسبة العجز في الموازنة معادلة تعتمد على فرق سعر البرميل بين المخمن في الموازنة والمباعي في السوق يمكن استفادة منها ليس بسد النقص سد العجز المالي لموازنة العامة ولكن أيضا يكون هناك احتياطيات للبنك المركزي العراقي وللسنوات القادمة ويجب أن تكون هناك موازنات معقولة ومدروسة بشكل علمي بحيث نقدر من خلالها نفعل قطاعات أخرى وهو القطاع الخاص العراقي قطاعات الصناعة، الزراعة، التجارة، الصحة ما سيحقيقه العراق من فائض مالي من مصادر الدخل النفطية يدفع باتجاه انتفاء الحاجة للقروض الخارجية من منظر اقتصاديين إلى جانب إمكانية أعداد موازنة تكميلية بما توفر من وفرة مالية نتيجة تعظم أسعار النفط وتحويل بعض المشاريع إلى فرص استثمارية والاكتفاء بالقروض الداخلية في ظل مؤشرات تعافي اقتصاديات دول العالم والطلب المستمر على النفط فإننا سوف نكون أمام إيرادات بحدود 20 مليار دولار فائض يتحقق في هذه الموازنة هذا الفائض 20 مليار دولار يوازي العز المخطط له ما سارت عليه الحكومة في آلية الصرف خلال الأشهر الأربعة الأولى من الصنة الحالية مع ما تحقق من وفرة مالية خلال الأشهر السبعة والذي يصل إلى 11 مليار دولار معطيات ترجح انتهاء الأزمة المالية إذا ما استثمر فائض سعر البرميل بالشكل الصحيح من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر